دبابة اليوبارد الألمانية توجد اليوبارد 2 في نحو عشرين دولة وهي من أفضل المجنزرات في الدول الغربية وقد دخلت الخدمة منذ عام 1970 تعتبر من دبابات القتال الرئيسي وتبلغ سرعتها القصوى نحو 70 كم في الساعة تزن الدبابة أكثر من 60 طنا وهي مزودة بمدفع من عيار 120 مليمترا ويمكنها إصابة الأهداف من مسافة تصل إلى 5 كم إضافة إلى أنها مزودة بمدفع مضاد للطائرات كما أنها مزودة بقواذف لقنابل الدخان وتوصف اليوبارد 2 بأنها المزيج المثالي من الحماية والتنقل والقدرة على المناورة والقوة النارية دبابة أبرامز الأمريكية تستخدمها تسع دول دبابة قتالية رئيسية دخلت الخدمة عام 1980 تتميز بدقة إصابة الهدف والسرعة كما أنها مزودة بمحرك النفاث يعمل على الكيروسين مثل الطائرات وقوة محركها 1500 حصان تحتوي الدبابة على أنظمة حماية من الفلاذ واليورانيوم المنضب لمقاومة المواد المتفاشرة يتراوح وزنها بين نحو 69 و73 طن وسرعتها القصوى 68 كيلومترا في الساعة وهي مجهزة بمدفع من عيار 120 مليمترا يصل مداه إلى أربعة كيلومترات ومزودة أيضا بثلاث رشاشات تستخدمها تسع دول ويملك الجيش الأمريكي النسخة الأحدث منها اشتركوا في القناة